سيد احمد دياب هي اللي بيقوموا اكيد بمجهود كبير هي هو اتكلم على تقسيم الحقوق والحقوق التلفزيونية وحقوق تجارية بالنسبة ليه الاندية جميعا واقود البس طبعا وتعتبر هي الاعلى في تاريخ كرة القدم المصرية هي ده مجهود جميل ومجهود رائع الحقيقة وده الشغل المفروض كان يحصل من زمان لكن خلاص احنا بنبتديه وبتدينا بقالنا سنتين في ربطة الاندية والسيد احمد دياب وكالتعمال متعب وكل عضاء الربطة بيعملوا بمجهود كبير احنا فقط عايزين نقرب نقرب بس من الدوريات اللي هي فيها انتظام وفيها لوائح وفيها قوانين بتتطبق هو ده لو ابتدينا نشتغل على المنطقة دي والتطبيق اللوائح بحزفرها دون النظر لانتماءات او جماهير او 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 موقف معين بنتمر بالحال الكرة المصرية هيبقى عندنا منتخب قوي وكرة جميلة ودوري قوي وده الاهم وبنفس الشيء لمنطقة الحكام لازم نفس الوضع تحقيق العدالة للفرق كلها دون النظر لامور كتيرة لان كله بيساعد كله كله بيساعد كله فكلام جميل السيد احمد دياب بيقوله النهاردة في العوائد المادية وتوزيع على الاندية والاندية الشعبية والبث التلفزيوني وحاجات كتير جدا لكن في الاخر هناك لوائح ولوائح تم تعديلها على حسب يعني اللائحة الوقوبات الجديدة للمسم الجديد ان في حاجات اتعدلت بناء على كان فيه اخطاء حصلة السنة الفاتت او بعض النواقص فيه اللائحة بتاعت السنة الفاتت وتم تعديلها عشان يبقى فيه عملية تطوير وعملية تحديد وعقوبات موجودة على اي حد يتعدى الحدود في بطولة المسم الجديد للدوري المنتقص نتمنى ده يحصل ومهم جدا يبقى كل شيء منظم وكل شيء ماشي كما يجب يعني النقطة الاهم هو قال النهاردة ان لأول مرة بنشوف من فترة ان دي بتستريح واللعبين بيستريحوا عشان يبتدوا ياخدوا راحتهم بعد كده يبتدوا يتمرنوا ويبتدوا موسم جديد على اللي هو ايه على بياض يعني زي ما بنتكلم كده ولكن خلي بالكم احنا عندنا موسم صعب مضغوط جدا والامور بالنسبة لنا لو ابتديت برضو فكرة التأجيلات التأجيلات بدون حسابات ليه معادة الدوري يعني انت حددت حددت بداية الدوري ونهايته 30 يوليو ده نهايته وبداية الدوري احنا بدكلم اهو خلال 8 ايام 18 سبتمبر فنرجو ان ده يحصل ويكون اخر يعني ما نلاقيش مثلا فرق عندها خمس مباريات وفرق تانية خلصت لان احنا نبقى احنا كمان واحنا قاعدين هنا والجمهور قاعد مش عارف المصري وفضله والمصري مثلا والاتحاد بيلعبوا بعض في الاسبوع العشرين واحنا اصلا في الاسبوع الـ 25 ولا الـ 27 فدي برضو بتبقى مهم جدا نبقى كله ماشي مع بعضه حتى لو فيه تأجيل فالتأجيل الفريق يلحق ويكون في الاسبوع اللي نلحق انه يكون فيه كلنا مايبقاش ده في الـ 20 وده في الـ 25 ولا في الـ 30 ده في حد ذاته مهم جدا في عملية التنظيم ده الحاج عامل حسين طبعا ربنا معاه في المنطقة دي ويكون كله ماشي كده بسلاسة وسهولة وكله بقى مفيش انتقادات اكيد كده كده هيحصل انتقادات وهيحصل اخطاء لكن ما تبقاش بكم كبير نقللها على قد ما نقدر بحيث ان احنا نوصل السنة الجاية للشكل افضل وافضل لغاية لما ان شاء الله الامور بالنسبة لنا يبقى دورينا او الدور المصري دوري قوي لنظام وليه شكل وقمته السوقية اختلفت عن السنة دي مثلا ده اللي احنا نتمنىه عندي يعني ثقة كبيرة جدا في النائب احمد دياب كابتن عماد متعب حاج عامل حسين كل المتواجدين في ان الامور ان شاء الله تبقى جيدة الموسم ده والموسم القدر احنا منتظمين طبعا يعني كان نتمنى طبعا سيد احمد دياب يكون موجود معنا على الهاتف والحديث عن التفاصيل دي واللاحة الوقوبات الجديدة لكن احنا معاكم وبنحاول معاه هيبقى متواجد ونتكلم على القراءة النهار دي طيب خلينا اقولكم انتخبنا الولمبي